بسم الله الرحمن الرحيم الميتة حرام أكلها سواء أكانت ميتة ما له نفس سائلة صغيرة كانت أم كبيرة لو يأخذ العصفور صغير يقطع راسه كما يفعله كثير من الناس هذا ميتة اليأكل خالف قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة يأكل حيوان ميت الميت مو إلا اتمرض ومات كل حيوان زهقت روحه بغير الطريقة الشرعية يعتبر ميتة زن كبير لا فرق كبيرا كان أو صغيرة إذا لم يذبح بالطريقة الشرعية ما مات بالطريقة الشرعية خلص يعتبر ميتة وحتى لو لم تكن له نفس سائلة كالسمك والجراد إذا مات ولم يذكيا أيضا يحرم أكلهما غيرنا بعض المذاهب الأخرى يرون أن السمك والجراد حتى لو مات جاز أكلهما عندهم رواية ميتتان أحلة لنا السمك والجراد البحر الحلال ميتته الطهور ماءه هذه رواية عندهم عندنا ميتة السمك وميتة الجراد أيضا حرام زين يعني شلون يموت الجراد هو الجراد أول تالي رح يموت بالنتيجة ويأكل الجراد تذكيته أمساكه هذه الجرادة قاعدة الطير أمسكتها بإيدك صارت مذكات لا زالت حية يجوز تأكلها كلها لا مشكلة السمكة أخرجتها من الماء حية صارت مذكات لك أن تأكلها أما إذا ماتت السمكة في الماء وكثيرا ما هالمسألة تسأل أنه بعض الصيادين للأسماك عندهم صندوق فيه مثلا ثلج يصيدون سمك ويضعونه في هذا الصندوق وبالأثناء هذا الثلج ممكن يكون ذاب تحول إلى ماء والسمكة طلعها ورماها بهالماء وهي حية لا زالت حية فماتت في هذا الماء حرمت صارت حرام يقول أنا طلعتها من الماء حية لكن أعدتها إلى الماء وماتت فيه خليها بره فالتمت ثم ضعها حيث شعت الجراد إذا مات من دون أن يمسك جراد طح مات دهسته السيارات مثلا وإجا الإنسان شاف كميات جراد ميتة يجوز يأكلها لا ميجوز لأن ما أمسكها بيده إذا بالشبك أمسكت هذه خلص صيدت لا إشكال رشوا عليها بعض كذا الأشياء الأدوية السموم طاحت وماتت يجوز واحد يأكلها الآن مع غض النظر عن الضرر اللي فيها أخذها قال أغسلها أحط لها معقمات كذا القضية مو قضية تغسلها أو تحط لها معقمات هذه ميتة بما أنها ماتت قبل أخذها هذه تعتبر ميتة ميجوز واحد يأكلها على كل حال الميتة حرم وإذا كانت لها نفس سائلة تعتبر نجسة ميتة ما ليست له نفس سائلة كالأسماك كالأسماك والجراد والحيات والعقارب طاهرة تعتبر مو نجسة لكن يحرم أكلها وما له نفس سائلة كالطيور والحيوانات العادية هذه ميتتها نجسة هذا لا كلام فيه هناك عدة أشياء من الميتة تعتبر طاهرة حتى من الميتة التي لها نفس سائلة الخروف مثلا النعجة إذا ماتت أو الخروف البقرة الثور مثلا يعني بعضها مو موجودة في الذكر موجودة في الأنثى نقول إن شاء الله هذه هناك أشياء تعتبر طاهرة ليست نجسة مع أنها من حيوان ميت لكن الكلام الآن في جوازي أكلها يعني هذه مسألتين طاهر شيء يجوز أكله أو ما يجوز هذا شيء ثاني الأشياء ثلاثة منها طاهرة ويجوز أكلها من الميتة والتي لها نفس سائلة وهي اللبن يعني الحليب والإنفحة والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى بقرة ماتت وضرعها مملوء باللبن جن جن هذه البقرة يقدر الإنسان يستفيد منها بشيء بالنتيجة هذه ميتة لحمها ما يؤكل جلدها نجس لحمها نجس هناك أشياء مستثنات واحد منها اللبن الحليب يقدر يجي يحلبها ممكن يطلع منها كيلوين ثلاث كيلوات حليب يشربه يشربه مع أنه لبن حيوان ميت فيه دليل خاص استثناء زين سؤال هذا لما يريد يأخذ اللبن راح يحلبها يحط إيده مثلا على ضرعها ويقوم يحلب وعادة إيده راح تترطب باللبن ويمس هذا الضرع كله هذا مستثنى يعني الأمور الشرعية أمور تعبدية الحين لو فرضنا نفرين واحد جاي يقعد يحلب هالبقرة الميتة وإيده قاعدة تتبلل وواحد ثاني إيده مرطوبة طرف أصبعه حطه على ضرع البقرة هذا نقول له إيدك تنجست تنجست روح أخسل إيدك يقولوا هذا اللي إيده كلها حليب وقاعد يحلب نقول إيه هذا استثناء هذا استثناء ريق البقرة لو واحد حط إيده في فم البقرة هالرطوبة مالت الريق البقرة الميتة قاعد نتكلم عن الميتة ريقها نجس كلها نجسة لكن الحليب طاهر للدليل الخاص الطاهر والنجس يعينه الشارع المقدس هذا واحد اثنين الانفحة الانفحة فيها كلام طويل وعريض مر علينا في بحث النجاسات هناك شيء هناك شيء في معدت الحيوانات اللبونة الحيوانات الولودة اللي تحمل وتلد يعني هذه الانفحة لا توجد في الحيوانات التي لا تحمل ولا تلد اللي تبيض مثلا الطيور ما فيها انفحة اذكرت رواية لطيفة روايات اهل البيت عليهم السلام كلها لطيفة القوية منها والضعيفة روايات اهل البيت مروية عنهم وجميلة رواية مضمونها واحد يسأل الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه سؤال ما معناه انه كيف نميز كيف نعرف ان هذا الحيوان يحمل ويلد وذاك الحيوان يبيض شنون نعرف رواية مذكورة الامام قال له كل اذون ولود وكل صموخ بيوض كل حيوان عنده اذانات طالع اذانات هذا يحمل ويولد ما عنده اذان مبينة هذا يبيض سبحان الله هاي تلاحظوها الآن هذا الخفاش عنده اذانات اذن يحمل ويولد ما يبيض مع انه يطير الطيور كلها اللي تشوفوها ما عندها اذان ظاهرة عندها شي تسمع فيه بس اذن بارزة ما عندها كله اذون ولود ابن ادم عنده اذان يولد المرة تحمل وتولد وكذلك بقية الحيوانات اللي عنده اذان واللي تبيض ما عنده اذن حين شنو ارتباط الاذن بهذه الشغلة هي الشغلة مربوطة بالحمل والولادة كأنه الاذن اله ارتباط فيها ما علينا الحين دجاجة ماتت بطة ماتت واحد يقول احب استفيد منها اكثر استفادة يعني قلبه ما يعطي يرميها دجاجة بطة محتبرة تسوى لعشرين دينار ماتت يحاول يحاول يستفيد منها باكثر الاستفادات واحد الامور حين نحشي عن الانفحة بعدنا ما وصلنا للبيض خلي اول نكمل الانفحة الانفحة مادة موجودة في معدة الحيوانات اللبونة اللي تحمل وتولد اللي ترضى عندها اطفال صغار يرضعون منها هذه مادة الله عز وجل جاعلها في المعدة لما ينزل الحليب الى جوفها يتحول الى جبن يتحول الى جبن حتى الانسان هذه المادة موجودة في معدته الطفل الصغير يعطوه حليب سواء امه ترضع او يعطوه بالكذا الحليب الفودر احيانا يرجع يرجع هذا الحليب تشوفوه متحول الى قطع جبن من نزل بمعدته هذه المادة الانفحة افرزت عليه تحول جبن داخل المعدة وبالمناسبة الجبن منهي عنه وارد في الرواية ما معناه انه يورث النسيان واحد يكثر من اكل الجبن هالأيام طالع اجبان انواع واشكال اصفر وازرق وابيض وكذا ومالح وحلو الى اخره ما في اشكال حين واحد يقول الجبن صار ممنوع علينا لا ممنوع كثير الاكل كثير ما توقف القضية يعني واحد لا يفكر الكثر باكله فلينظر الانسان الى طعامه يشوف الحلال الحرام المكروه الكذا الجبن بالخصوص منهي عنه يورث النسيان اذا واحد اكثر منه انا اذكر الوالد الله يرحمه وارد انه يوم اول الشهر زين واحد يأكل جبن رواية فيه الوالد كان كل شهر يوم واحد الصباح يوم اول الشهر مرتبها القضية ضابطها يوم اول الشهر يتريق يأكل خبز وجبن وخلص راحت للشهر الجاي لان وارد فيها رواية وارد هو مو معلوم كراهة ربما يكون النهي نهي ارشادي ارشادي انه مضر كثير من النواهي في الاطعمة والاشربة كأنها ارشاديات يعني فيها ضرر ومو معلوم واحد يا كل شيء قليل يتأذى يورث هاي كلمة يورث كأنها تعطي معنى انه بالنتيجة بالاخير عقب ما يكثر يعطي النتيجة السيئة يصير عنده نسيان النسيان وارد في كم مورد واحد منها اكل الجبن كثرة وواحد منها قراءة شواهد القبور اكوناس يرحون للمقبرة يظل يفتر بين القبور يقرأ هذا منه هذا حج فلان وهذا شيخ فلان وهذا سيد فلان سنة فلانية توفى شكري منهم لا تقرأ شواهد يورث النسيان بالنتيجة يسبب مشكلة اكل التفاح الحامض اكو تفاح اخضر طيب لكن بالنتيجة كثرته تورث النسيان وارد بالرواية اكل حب الكزبراء اكو خضرة كزبر كزبراء معروفة الحب ما لها وارد انه يورث النسيان المشي بين امرأتين نسوان اثنين هو بالنص يمشي بيناتهم يورث النسيان يعني شنو نسوان اثنين مو الا زوجاته بالبيت خواته بناتها قعد يمشي مرة واحدة شاف روحه بينهم صاير واحدة منها واحدة منها يقولهم صيروا وراي او صيروا قدامي لا اكون بينكما يورث النسيان واحد منها كثرة يعني اكلوا الجبن الجبون بعضهم يسموه عموما فهذه الانفحة تسبب انه الحليب يتحول جبن الله عز وجل خالقها حتى يتحول الحليب داخل جوف الطفل وحتى الحيوانات اللبونة الاخرى يتحول جبن وينفعهم احن واحد يقول تود يقول الجبن موزين يسبب نسيان شكل الحليب يتحول جبن ايه اقب ما يدخل داخل يصير جبن ما قعد يأكل جبن خارجي الجبن الخارجي هو حتى واحد له شوية يطالع ترى بيه مشكلة الجبن حليب خربان هاي مختصر مفيد الحليب يجيبوه يحطون عليه بعض المواد يتقطع يتحول جبن فيقوم يأكل شي خربان بالنتيجة وان كان طعمه لذيذا لكن داخل يتحول لا مشكلة هذه الانفحة لو فرضنا الحين العجل مات العجل الصغير يفتحون بطنه او الخروف الصغير يطلعون المعدة يأخذون الانفحة يستفيدون منها في تجبين الحليب هاي الحليب الكثير اللي يسووه اجبان انا اذكر عندنا كان صديق الله يرحمه هو نقلي قال رحت اظن للداني مارك هو كان تاجر يبيع مواشي وكذا امور اخرى قال انا رحت اظن قال للداني مارك رحت الى مصنع الحليب عندهم مصنع ضخم وفيه ابقار ابقار معتبرة مش لون ما كان كل بقرة عن ثلاث بقرات كذا حجمها او مرتبة وكذا وحاطي لها اجهزة على اثدائها تسحب الحليب ويمشي هذا الحليب في كذا انابيب بلاستيكية يجي يصب بحوض حوض يمكن بكبرها المسجد خمس ست مرات حوض كذائي كبير ضخم ينترس حليب بعدين اكو جهاز اعلى يشيل شوية انفحة يذهبها بهذا الحوض بس يرميها بالحوض الحوض كله يتحول جبن حوض حوض ضخم يصير كله كتلة جبن بعدين يجي جهاز ياخذ قطع متساوية يعبوها باكياس ويصدروها الى هنا فهذه الانفحة خاصيتها تحول الحليب الى جبن يصير ياخذون الانفحة من الحيوان الميت ويستفيدون منها يصير هذا استثناء رقم اثنين الاول الحليب من الميت الثاني الانفحة الثالث البيضة اذا اكتست القشرة الاعلى دجاجة ماتت يفتحون بطنها عادة البيض في بطن الدجاج والبط امثاله الله عز وجل خالقه بهالطريقة تطلع صفارة صغيرة اول شي تمشي شوية تكبر تطلع صفارة اصغر قبلها هذه الاولى تمشي قليلا تكبر اليمهة الثانية شوية تصير اكبر تطلع واحدة ثالثة المهم يمشي خط اخر شي تشوفون بيضة كاملة وقبلها بيضة بعدها يريدلها يوم حتى تكتمل وعقوبها بيضة يريدلها يومين ولهذا تشوفون الدجاجة من تقوم تبيض اليوم تبيض وحدة الثانية باشر تطلع الى ان تكتمل بعدها ما اكتمل تريدلها 24 ساعة مثلا حتى تكتمل الثالثة يقوب باشر تطلع وهكذا طريقة بيضة الدجاج هالشكل البيضة الاخيرة اللي مكتملة القشر الاعلى صاير عليها هذه حلال اما البيضات اللي قبلها اللي بعدها القشر الاعلى مصاير عليها تعتبر محرمة فهذه الاشياء الثلاثة من الميتة طاهرة ويجوز اكلها الى هنا ما فيها كلام السؤال هو انه بعد في اشياء طاهرة من الحيوان الميت وهي الاجزاء التي لا تحلها الحياة اساسا مثل الشعر هاي الاشياء اللي تغطي اجساد الحيوانات ريش صوف شعر وبر هذه الاربع اللي ادري فيها ما ادري بعد اكو غيرها الوبار يغطي الابل والشعر موجود في المعز والصوف موجود في الضئن والريش موجود في الطيور هذه الاشياء اللي تغطي اجسام هالحيوانات اذا الحيوان مات هالاشياء طاهرة يعني الصوف صوف الخروف اذا مات يقدرون يقصوا يستفيدون منه طاهر الريش الحيوان اللي عنده ريش مات ياخذون ريش يستفيدون منه وكذلك الشعر وكذلك الوبار كذلك غير هالاشياء اللي تغطي الجسم هناك اشياء اخرى لا تحلها الحياة القرن قرن الحيوان الحوافر الاسنان العظام هذه كلها لا تحلها الحياة زين هذه الاذافر الاذافر ما فيها حياة اذا عد دجاجة ماتت عندها اظافر هذه اظافرها نجسة لا مو نجسة لان اساسا ما فيها حياة شون عرفنا ما فيها حياة لما يقصوها ما تتعور حتى الانسان اظفره لا حياة فيه والياذا يقلمه لو كان بحياة كان تألم الشعر ما في حياة لما يقصوه ما يتعور فهذه الاشياء اللي ما فيها حياة طاهرة طاهرة بلا كلام انما هل يجوز اكلها السيد السيستاني مستشكل قايل بس ديش الثلاثة الاول البيضة اذا اكتست القشرة الاعلى واللبن والانفح اما بقية الاشياء هذه اكلها يستشكل منه السيد زين اكلها شنو احد يأكلها هذه عادة هذه اشياء متن وكل لكن ممكن بعض البلدان يأكلوها مثلا الصوخ ما احد يأكله والشعر والريش لكن القرن وهذه الاشياء العظمية ممكن بعض البلدان يأخذوها يطحنوها انا شايف احيانا اعلانات يحطوها من الهند يحطون بهذه الصحف الدعائية انه من الهند اظام مطحونة اكو ناس فقراء يشتروها الاظام المطحونة يحطها بالماء يفورها يصير ما يلحم فقير ما يقدر يشتري لحم مثلا عموما لو فرضنا حيوان ميت واخذوا عظامه وطحنوها يجوز واحد يأكلها السيد يستشكل قرنه مثلا اسنانه لو فرضنا واحد رات يأكلها لو فرضنا يعادة لا تأكل يجوز السيد يستشكل زين سؤال هو هذا الحيوان هالخروف مثلا من شان حي لو واحد كسر قرنه قطعة من قرن هذا الخروف او اخذ شوية من صوف فصار يعكلها هالقطعة يجوز يجوز ليش اذا مات صار فيه اشكال لانه صار جزء من حيوان ميت ولو طاهر 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 لكن الان هو جزء حيوان ميت لما كان حي ما يعتبر اذا اخذ منه ما يعتبر جزء من حيوان ميت لكن الان صارت فيه مشكلة جديدة بعد موته عموما تلك الامور الثلاثة الاخر جائزة من الميت وصلى الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة